المغرب يتواجه بجائزة أفضل منتخب إفريقي لكرة القدم لسنة 2023 فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا بحفل الجوائز السنوي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف الذي أقيم اليوم الاثنين في مراكش وفي مندي القطر كتب أسود الأطلسي لأنفسهم إنجازا غير مسبوق بحلولهم في المركز الرابع ليكون أول منتخب عرب وإفريقي يحقق هذا الإنجاز في كأس العالمي قاد الريكراكي المنتخب المغربي لتصدر مجموعته بعد تعادل سلبين أمام كرواتيا ثم فوزين على كندا بنتيجة 2 على 1 ثم بلجيك 2 على 0 وواصل مفاجآته في الدور الثاني بإقصاء منتخب إسبانيا بطل العالم 2010 بعد اللجوء لركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي كما أبهر أسود الأطلسي الجميع بإقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه في دور الثمانية بالفوز على منتخب البرتغال 1-0 قبل أن تتوقف مسيرته بالخسارة أمام حامل اللقب منتخب فرنسا 0-2 في الدور قبل النهائي وخسارة جديدة أمام كرواتيا بنتيجة نصف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وفي النصف الأول من العام الجاري 2023 خاض المنتخب المغربي ثلاث مباريات ودية حقق خلالها أيضا فوزا بارزا على نظيره البرازيلي 2-1 في أذارة مارس الماضي بفضل هذه النتائج قفز منتخب المغرب في تصنيف الفيذا حيث احتفظ بالمركز 11 خلال الفترة من جنبر 2022 حتى أبريل 2023 قبل أن يستقر في المركز الثالث عشر منذ شتنبر الماضي ولمع أكثر من نجم مغربين في هذه المسيرة التاريخية مثل ياسين بونو الذي ترشح لجائزة أفضل حارس مرمان في العالم بحفل الكرة الذهبية وكذلك أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الذي نافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا